اتقل في دون انتسي نحن هو شباب حديث سيبقون، دعوني فيديو جديد من فيديو يوتيوب تحب تلعب افلاين مع اصحابك في ليفربول فالنهاردة جايف لك أفضل تيكتيك تلعب بيه مع المعلم افلاين مع اصحابك وحتدعي لي بعد ما تضع عليهم كلهم وتكسبهم فلاهما ما تراهني بها اتطعب سبتكنكوش ويلا بنا جدنا نأخفي تيكتيك في ايه يا نور بسم الله الرحمن الرحيم والمصلاة للعنبي قبل ما نبدأ الفيديو اوعد خلي الالعاب او الفيديوهات تينيك عن صلاتك. وزي ما انت شايف كده دي التشكيلة اللي بالعب بيها بليفربول افلاي مع صحابي. وهي اربعة اربعة اتنين. عندك حراسة المرمى اليسون. اتنين قلوب دفاع كونتي وفندايك طبعا. عندك على ناحية المين باك هو اليكساندر ارنولد. وناحية الشمال روبينسون. ونيجي بعد كده الخط الوسط عندك اتنين سي امات ماك اليستر وسبوت سلاي. نيجي بعد كده طبعا الفرعون المصري ابو صلاح هو الار ام بتاعنا والان بتاعنا هو دياز. نيجي بعد كده الاتنين عندك دييجو جوتا. ويجنبي كيزة اللاعب السوبر بتاع السنادي بصراحة. بيلعب في كل حتة وجامد اوي ويتفنيشه رائع. تمام دي كده التشكيلة اللي بنلعب بيها. نيجي بعد كده للتاكتكات وانا بلعب بخطة اربعة اربعة اتنين. الكود قدام معالم لو عايز تنسحه وبرضو سيبه لك في الوصف بتاع الفيديو. نخش مع بعض التاكتكات واول حاجة الاسلوب الدفاعي بخليه تمرير قصير. تمام? علشان بحب المسافات والخطوط ما بين اللاعبة تبقى الليلة علشان يلاقوا بعض ويبتدوا يأثروا المسافات ما بينهم ويعملوا زي كوم شورت كده لو فاكر في التاكتكات بتاعة افسي اربعة وعشرين يقربوا من بعض علشان يبنوا مثلثات ويلاقوا بعض ويباصوا بسات سريعة مع بعض. تمام? نجي بعد كده للنهج الدفاعي وبخليه متوازن على خمسين. ادوار اللعبة بقى معلم. اول حاجة بخليه حارس مرمى عادي جدا بيركز على الدفاع وحارس مرمى مش حارس مرمى متقدم. نجي بعد كده للاتنين قلوب الدفاع والاتنين بخليهم مدافع وتركيزهم برضو على الدفاع. الظاهير بتاعي الايمن اللي هو الاربي بتاعي فبخليه زهير وتركيز بتاعه متوازن. ما يتقدمش ابدا عن الحتة دي بس متوازن وبيش تركيزه على الدفاع علشان برضو يطلع لحد نص الملعب شوية يساند شوية الجناح اللي عندي. اوكي? نجي بعد كده للناحية التانية فنفس الكلام بتديره نفس الدور اللي هو زهير والتركيز بتاعه يكون متوازن. نجي بعد كده لخط الوسط عندي اتنين في خط الوسط اتنين سي ام عندي ماكاليستر فبتديره لاعب شامل وبردو متوازن ولاعب شامل مع ماكاليستر فبتبقى جامدة جدا لان هو عنده الدور ده بلاس بلاس. وبردو سبوتسلاي بديله برضو لاعب شامل يعني الاتنين يروحوا من اول منطقة الجزاء بتاعتي لحد منطقة الجزاء بتاعت الخصف ويغطوا كل نص الملعب دفاعيا وهجوميا. اوكي? نجي بعد كده الاتنين الار ام والال ام بتوعي الاجناحة بتاعتي فالاتنين بديهم الدور بتاعهم هيبقى جناح والتركيز بتاعهم متوازن. ليه عايز كده انا عايزه يفضل موجود على الطرف انا عندي النص مليان عندي اتنين لعبت وسط مليينه. عايز الاتنين بقى الاجناحة بتوعي او الار ام والال ام يفضلوا موجودين على الاطراف ما يخشوش للقلب ويبتدي يروحوا يهجموا من الطرف بس. تمام? في الخطة دي لازم دور الار ام والال ام يبقى اجنحة عشان تبقى انت ماسك الملعب كله. لعبتك منتشرة في الملعب كله انتشار كامل وبصراحة الخطة دي جامدة قوي مع الليفربول. تمام? الناحية التانية برضو قلنا دياز هو هو نفس الدور اللي بديه لصلاح جناح متوازن. بعد كده الاتنين مهاجمين بتوعي الاتنين بديهم برضو مهاجم متقدم والتركيز بتاعهم يبقى على الهجوم يعني ما ينزلش لتحت خالص يبقى اخر ينزل في المربع الاخضر الخفيف ده اللي هو اول منطقة بالكتير. تمام? فالاتنين عندي بديهم نفس الكلام. نيجي بعد كده اللي حاجة مهمة جدا وهي التكلفات يا معلم اللي انت لازم برضو تغيرها تشوف مين هيلعب راكلة الجزاء من هيلعب الروكنية اليسرى من هيلعب الروكنية من ناحية اليمين. طبعا اهم حاجة عندي في الخطة دي ان انا خلي اللاعب المستهدف في المنطقة يكون فان دايك. اطول اللاعب عنده الاريال بيحط هيد كويس جدا. ولما هو يكون اللاعب مستهدف وانت تعمل رفعة وتملى فيها ثلاث برات باور الرافعة يعني بنسبة كبيرة هتروح على راسه ويحطها لك جون مؤكد بازن الله. تمام? القائم القريب بحط عليه جده والقائم البعيد بحط عليه ابو صراحة حشان اي حاجة تجيله يا معلم يحطها اي برجله في الزاوية البعيد. تمام? دي كده التكلفات ودي التكتيكات ودي كانت خطة ليفربول اللي بلعب بها وفلاي مع اصحابي بصراحة جمدة جدا. جربها معلم وكتريت في الكمبيتات اللي رأيك فيها. ولو اوقت المرة تشوفني لايك سبسكرايب وشير وهتلاقي الكود بتاع الخطة موجود في وصف الفيديو. السلام.